اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو درس جديد في سلسلة دروسه أنوار لا إله إلا الله وصار محفوظا لديكم لعل أن هدف هذه السلسلة أولا أن نطبق أمر الله تعالى لأنه قال لنا فاعلم أنه لا إله إلا الله فلما قال فاعلم فنحن مطلوب منا أن نعلم وأن نتعلم ثم هذه الدروس من أجل أن تثبت الإيمان في القلوب ذلك لأن فتن الحياة مزالق الحياة هموم الحياة متاعب الحياة ذلك لأن الشهوات ذلك لأن الشبهات تحيط بالمؤمن فهو بحاجة إلى من يثبته وما يثبته في هذا الدرب نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدروس تثبيتا للإيمان بلا إله إلا الله في قلوبنا جميعا والأمر الثالث هذه الدروس من أجل أن تزيد الحب في القلوب لأن كثرة ذكر محبوب كثرة ذكر الله تعالى كثرة ذكر صفات الله تعالى تضرم جذوة الحب في القلوب ثم هذه الدروس لنحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشرذم لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي التي توحد الكلمة وهي التي تجمع الناس قاطبة كنا في درس مضى قبل الماضي نتكلم عن لا إله إلا الله في القرآن الكريم وفي الدرس الماضي كان العنوان لا إله إلا الله في السنة النبوية المطهرة في الحديث الشريف والسيرة وعنوان درس اليوم لا إله إلا الله في أقوال العارفين سبق أيها الإخوة أن القرآن الكريم كله توحيد وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته كلها ترجمة عن التوحيد وتعليم لنا التوحيد وتدريب لنا كيف نعبد الله تعالى حق العبادة إذا كان الأمر كذلك فإن أقوال العارفين تندرج أيضا في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالعارفون بالله هم رجال أخذوا عن كتاب الله وأخذوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فصارت أفعالهم موافقة للكتاب والسنة وأعمالهم موافقة للكتاب والسنة وقد قال الصالحون كمال المعرفة بالله الأخذ بكلام الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعوا مرات نحن نقول فلان العارف بالله ممكن أنت تصير العارف بالله يا رب يا رب يا أخوان كل واحد بيناتنا يصير عارفا بالله تعالى من هو العارف بالله قالوا كمال المعرفة بالله معارف بالله أكمل العارفين بالله كمال المعرفة بالله الأخذ بكتاب الله الأخذ بكلام الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في يده قال الله اليمين وفي يده اليسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العارف بالله من كان عاملا بالكتاب والسنة فهو العارف بالله من كان عالما وعاملا كان سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء الله تعالى فلست أعلم لله تعالى وليا في الأرض فإذا أردت أن تصير من الأولياء إذا أردت أن تصير من العارفين إذا أردت أن تصير من أكمل العارفين بالله فخذ بيدك اليمين كتاب الله وخذ باليسار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل عينك اليمنى كتاب الله وعينك اليسرى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل هاديك في الطريق القرآن الكريم وحاديك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هناك تصل إلى مرتبة الولاية وتصل إلى مرتبة المعرفة من أجل هذا لأن العارفين بالله تعالى يأخذون بكلام الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا رأيت هؤلاء الأولياء والصالحين والعلماء الربانيين والعارفين يحيون بلا إله إلا الله ويعملون للا إله إلا الله وتشعوا أقوالهم بأنوار لا إله إلا الله لفظا ومعنا ولا تنسى أن لا إله إلا الله كلمة تقولها باللسان ويفهمها العقل ويعتقدها القلب وتنعكس سلوكا في الحياة وتشعوا أنوارها على الروح روى البخاري عن وهب بن منبه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك الله أكبر أرأيتم إلى أقوال العارفين كيف تشع منها أنوار لا إله إلا الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك صحيح وإذا مفتاحك ما له أسنان لا يفتح لك باب الجنة المراد يا أيها الإخوة مفتاح الجنة لا إله إلا الله المراد بأسنان هذا المفتاح صحيح أن تقول لا إله إلا الله لكن المراد أن تعتقد اعتقادا جازما أن لا إله إلا الله المراد أن تتحقق بأركان لا إله إلا الله بالنفي والإثبات فتنفي الألوهية عن كل موجود وتثبتها لله واجب الوجود المراد بأسنان لا إله إلا الله ألا تعبد مع الله سوى المراد بأسنان لا إله إلا الله إذا أمرك الله تعالى أمرا وأمرتك نفسك الأمار بالسوء أمرا يخالف أمر الله تعالى رميت أمر نفسك واتبعت أمر ربك المراد إذا عرضت عليك مرأة بالحرام نفسها أن تقول كما يقول أتباع لا إله إلا الله تقول ما عاذ الله إنه ربي أحسن مثوى إنه لا يفرح الظالمون المراد إذا عرض عليك مال بالحرام وأنت من جماعة لا إله إلا الله عندك المفتاح أن يكون لك أسنان هذا المفتاح أن تقول أما الحرام فالممات دونه المراد إذا قدم لك طعام من الحرام أن لا تأخذ المراد إذا قدم لك مال من الحرام أن لا تأخذ المراد إذا دعيت إلى ما يخالف أمر الله تعالى أن لا تذهب المراد إذا ناداك منادي لا إله إلا الله أن تقول لبيك اللهم لبيك قالوا أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك واحد من الإخوة سمع درسا يتحدث عن المال الحلال والمال الحرام وعن الحرام في الإرث وعن الاعتداء في الميراث وكان في الماضي قد اعتدى على ميراث أخواته البنات سبحان الله لما سمع واعظ الرحمن صح الإيمان في قلبه فقال بأنه حدث نفسه بأنه معتد في الإرث على أخواته البنات من عشرين سنة فما كان منه إلا أن عاد إلى أخواته البنات وقال لهم الأمر كيت وكيت لكم ولكم الحصص الفلانية وهذه هي الحصص وهذه هي أربعها خلال الفترة الماضية من عشرين سنة هذه هي أسنان مفتاح لا إله إلا الله هذه هي أسنان مفتاح الجنة عندما يدعوه صاحبه إلى مكان فيه تدار الخمور فيه ترتكب المعاصي فأسنان مفتاح الجنة أن يقول لا أنا لا أذهب مع ذلك صاحب وأنا أذهب مع صاحب صالح قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أفضل من أن عرفه لا إله إلا الله سفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث جبل من جبال العلم ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أفضل من أن عرفه لا إله إلا الله والله يا إخوان احمدوا الله والله نحن في نعمة لو بقينا ساجدين من الآن إلى يوم القيامة وعلى الجمر لما وفينا شكرا أننا من جماعة لا إله إلا الله الحمد لله قال لي أحد الإخوة ولعلكم سمعتم مني هذه القصة مرة قال لي أحد الإخوة وهو تاجر ذهب قال لي إن الهند هذه البلد مشهورة بصناعة الماكينات التي تصنع قوالب الذهب يعني هذا العقد الذي تضعه المرأة هذا السوار الذي يوضع في اليد هذا الخاتم له ماكينة بتصنع هذا القالب وتخرط هذا النموذج من سبائك الذهب الهند قال لي شاطر بهذا الأمر والأخ هو تاجر ذهب قال لي سافرت إلى الهند من أجل أن أشاهد ماكينة مناسبة لأوصي عليها من أجل أن نستجلبها إلى البلد والكلام قديم هذه القصة قديمة من عشرين سنة أظن قال ذهبت إلى تلك البلد تعرفت على تنجار تعرفت على أصحاب المعامل قال دخلت إلى معملي ذهب في هذا المعمل مئتا موظف التقينا بالمدير ثم التقينا بصاحب هذا المعمل وفي يوم من الأيام أردنا أن نخرج من عنده إلى مكان آخر قال فركبت بسيارتي مالك هذا المعمل بالله عليك معمل ذهب فيه مئتين موظف صاحبه عنده علم أو عنده جهل صاحبه مطلع على دول العالم أو ليس مطلعا صاحبه يعرف ماذا يوجد ثقافات في هذه الأرض أو لا يعرف لا ريب معمل ذهب في مئتين موظف مالك هذا المعمل لابد لابد بأنه إنسان خبير مطلع متابع قال هذا لي الأخ الشامي ركبت مع صاحب هذا المعمل في سيارتي قال ونحن نمشي في الطريق ما وجدت غير هذا المالك طلب من السائق أن يوقف السيارة ثم ترجل مالك هذا المعمل وصاحب هذه السيارة ترجل من السيارة وأطبق يديه وقف قريبا منها وأطبق يديه وضمهما ثم وضعهما تحت ذقنه ثم انحنى راكعا يقول لهذا الأخ الذي ركب معه بالسيارة استغربت ما به لماذا توقف لماذا يفعل هذا فالتفتت فقال لقد شاهد بقرة على طرف الطريق وهو يعبد الأبقار فركع لهذه البقرة يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد أننا من جماعة لا إله إلا الله ونسأل الله عز وجل أن يهدي قلب كل إنسان إلى شهادة أن لا إله إلا الله ونحن يا أخوان مسؤولون أمام الله مسؤولون أمام الله أن نوصل لا إله إلا الله إلى الناس قاطبة كل مننا فيما يستطيع نحن مسؤولون أمام الله عز وجل وقد جعلنا من جماعة لا إله إلا الله أن تكون لا إله إلا الله فينا قولا وفينا اعتقادا وفينا فهما وفينا سلوكا وفينا نورا حتى ينعكس على الآخرين عندما تعبد الله لن تذل لأحد سواه عندما تعبد الله لن تخضع لأحد سواه عندما تعبد الله وحده لن تطلب ولن يعلق قلبك غير حضرة الله تعالى فكان سفيان بن عيين يقول ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أفضل من أن عرفه لا إله إلا الله لعلكم اطلعتم يا أيها الإخوة على تقارير تعرض في بعض أقنية الفضائية عن معابد للجرذان الله أكبر أناس يعبدون شيء عجيب أناس يعبدون الشجر وأناس يعبدون الحجر وأناس يعبدون البقر وأناس يعبدون القمر وأناس يعبدون البشر وأنت الحمد لله الحمد لله وأنت من جماعة لا إله إلا الله ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أفضل من أن عرفه لا إله إلا الله الجاهليون قالوا كنا نعبد إلها من حجر فيخرج الجاهلي فإذا لم يجد حجرا يعبده بالا على التراب فعجنه فجعله طينا ثم عبده قال وربما صنع إلها من تمر من عجوه فإذا جاع أكله فكانوا يقولون إن فلانا أكل ربه الحمد لله نحن من جماعة لا إله إلا الله والله فضل من الله علينا يا جماعة ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أفضل من أن عرفه لا إله إلا الله وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا يا سلام تطيب حياتهم بلا إله إلا الله يتبلل جوفهم بلا إله إلا الله يذهب حنقهم بلا إله إلا الله قال ولأجلها لأجل لا إله إلا الله أعدت دار الثواب ودار العقاب لا إله إلا الله نحن عم نتكلم يا أخوان عن لا إله إلا الله في أقوال العارفين رأيتم إن لا إله إلا الله تستحوذ على حياة العارفين بالله تعالى ونسأل الله أن تستحوذ على حياتنا نسأل الله أن يجعل حياتنا تمشي على منهج لا إله إلا الله تمشي منضبطة بسلوك أهل لا إله إلا الله تمشي نراعي أقوالنا وأفعالنا فيها نفعل كما يحب الله تعالى لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال عكرمة قولوا لا إله إلا الله عكرمة تنمي سيدنا عبدالله بن عباس ومن التابعين قال القول السديد لا إله إلا الله كتب الشيخ أحمد كفتار رحمه الله تعالى في رسالة يوجهها لأحد إخوانه المسافرين رحم الله تعالى شيخنا ورحم جميع شيوخ المسلمين الذين سبقونا إلى دار البقاء ونسأل الله عز وجل أن يحفظ كل شيوخ المسلمين وأن يجعل منا جميعا أتباعا صالحين وصادقين وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا شيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله كان يتابع إخوانه حتى في سفرهم قال فأرسل رسالة إلى أحد إخوانه المسافرين الآن فيك تتخيل أخ كان ملتزما عند الشيخ يحب مجالس العلم يحب أهله يحب بلده سافر يشعر الآن في الغربة هو وحيد في غربته فالشيخ كتب له يقول ونحن نتكلم عن لا إله إلا الله في أقوال العارفين كتب الشيخ يقول لتكون ثقتك بالله وتوكلك عليه وأنسك به وصحبتك معه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر الله أكبر يا أخواني تذوقوا هذا المعنى الشيخ يقول لمريده والمسافر الذي هو وحيد في ذلك البلد أهله ليسوا حوله أحبابه إخوانه من يعرفهم من ألفهم في بيت الله لا يعرفهم هناك والآن انتقل إلى مجتمع جديد قال له الشيخ لتكون ثقتك بالله وتوكلك عليه وأنسك به وصحبتك معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنت الصاحب في السفر أرأيت لله المثل الأعلى أرأيت صاحبك الذي تحبه ويحبك تأنس به ويأنس لك اللهم أنت الصاحب في السفر الشيخ يريد أن يعزز عند المريد لا إله إلا الله إذا أردت أن تأنس فبالله أن تصاحب فصاحب الله أن تتوكل فتوكل على الله أن تثق فثق بالله لا بأس أن تصاحب كل من يقربك إلى الله فهذا من توحيد لا إله إلا الله ثم قال الشيخ فمن حصل مجالسة الله وحصل له الأنس به استغنى بذلك عن صحبة الناس بل استوحش بصحبتهم وحلى له الانفراد عنهم بل يصير ذلك قرة عينه فمن حصل مجالسة الله كيف يحصل إنسان مجالسة الله جل الله فعله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني فمن حصل مجالسة الله وحصل له الأنس به استغنى بذلك عن صحبة الناس بل استوحش بصحبتهم وحلى له الانفراد عنهم بل يصير ذلك قرة عينه والمؤمن يتابع الشيخ يقول والمؤمن أينما كان وحيثما توجه لا ينظر في هذا الكون أحدا إلا الله تعالى شو هذا الكلام هذا معنى لا إله إلا الله لا ينظر إذا دعاك أخوك إلى الصلاة تذهب أو لا تذهب ستنظر إلى الله إلى أمر الله الله يأمرك بالصلاة حاضر لبيك اللهم لبيك إذا دعاك صاحبك إلى جلسة لا ترضي الله عز وجل فيها حرام أنت لا تنظر إلا إلى الله لا تنظر إلى أوامره تسأل الله لا يرضى إذن أنت لا تذهب عرض عليك مال بالحلال تنظر إلى الله مال بالحرام تنظر إلى الله في حركاتك في سكناتك في شهر رمضان خارج شهر رمضان أنت تنظر إلى الله عز وجل والمؤمن أينما كان وحيثما توجه لا ينظر في هذا الكون أحدا إلا إلى الله ليعبده ويطيعه وبهذا النظار يكون عمله وهمته وإقباله وقبلته ثم يقول الشيخ والمؤمن غريب ولو كان مع أهله وفي بلده وداره حتى ينتقل للقاء ربه ويكون راضيا عنه فهناك الوطن وهناك السكان وعند ذلك ينتفي عنه الحزن يا رب تكرمنا بلقائك وأنت في أكمل حالات الرضا علينا والمؤمن غريب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبا للغربة أحيانا تنضي إلى الخير فلا تجد لك أعوانا تمتنع عن شر فتجد لك موبخين يريدونك أن تقع في الشر تشعر بغربة قال والمؤمن غريب والشيخ غاطب تلميذه هذا مريده الذي سافر وهو يشعر نفسه غريبا لكن الشيخ وجهه إلى الغربة الحقيقية قال والمؤمن غريب ولو كان مع أهله وفي بلده وداره قال إلى أن ينتقل حتى ينتقل للقاء ربه ويكون راضيا عنه فهناك الوطن وهناك السكان وهناك ينتفي عنه الحزن فعليك بكثرة ذكر الله ورؤية الأشياء من حضرة الله شو معنات رؤية الأشياء من حضرة الله؟ يعني لا إله إلا الله يا أخوان نحن الآن إذا الإنسان أصيب بمصيبة قال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا رؤية الأشياء من حضرة الله إذا جاءته نعمة وما بكم من نعمة فمن الله رؤية الأشياء من حضرة الله تعالى هذا هو التوحيد هذا هو المعنى الحقيقي للا إله إلا الله كيف بدي وصل لهذا المعنى؟ كيف تصل إلى هذا المعنى؟ بكثرة ذكر الله تعالى فعليك بكثرة ذكر الله ورؤية الأشياء من حضرة الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت يا أخوان أقوال العارفين كثيرة في لا إله إلا الله وهي تشرح الصدور وهي تدخل الأنوار على القلوب قال العارفون لبوا اللب في التوحيد ألا ترى إلا الله لبوا اللب في التوحيد ألا ترى إلا الله بمعنى أنك في كل حركة وسكنة تنظر إلى أوامر الله ونواهيه وترى ما يأتي من حضرة الله تعالى فتلتزم أوامر الله تعالى في الأخذ وفي العطار وبعد يا أيها الإخوة نسأل الله عز وجل أن يحققنا بلا إله إلا الله وأن يجعلنا من أهل المعرفة بلا إله إلا الله وأن يجعلنا وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تحقيق العبودية لحضرة الله تعالى وأن يجعلنا من الذين يتخلقون بأخلاق أهل لا إله إلا الله ويسلكون سلوك وسبلا أهل لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر